موسيقى اهلا بكم الى جولة جديدة في السودان هذا المساء ابدوها بالعناوين موسيقى فزير الدولة بالخارجية يكشف ملامح البعثة الاممية المرتقبة ويؤكد انها لا تضم عسكريا واحدا موسيقى جولة ولاية لعضو مجلس السيادة لتنشيط عمل لجنة ازالة التمكين بالولايات موسيقى اللجنة الاقتصادية توجه بصيانة مصافي البترول وانجاح حساد القمر موسيقى اهلا بكم قال وزير الدولة بالخارجية عمر جامر الدين ان البعثة الاممية المتوقع ارسالها الى السودان تحت البند السادس تتألف من 2500 شخص ولا تحتوي عسكريا واحدا ولا شرطيا ونوها وزير الدولة بالخارجية الى ان طلب ارسال البعثة لا يزال قيد البحث وما تزال المشاورات جارية واشار الوزير الى ان انشاء البعثة يتطلب قرارا من مجلس الامن بعد اكتمال المشاورات والانتهاء من مسودة مشروع القرار وقال وزير الدولة بالخارجية عمر جامر الدين في حوار مع وكالة سبوتينك الروسية لا يزال هناك على ارض السودان بعثات اممية تعمل تحت البند السابع وفي سياق اخر شدد جامر الدين على ان علاقة السودان بالامارات والسعودية ليست مبنية على حساب المواطن السوداني واوضح ان الحكومة تتعامل مع ملف اليمن كواحدة من اشكالات ورثناها من النظام البعيد يعتزم عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان القيامة بجولة ولاية لتفقد الاوضاع وتنشيط عمل لجنة تفكيك التمكين بالولايات ويبتدر الزيارة بولاية كسل للوقوف مع الضحايا ومتابعة سير لجنة التحقيق في الاحداث الاخيرة ولقاء قيادات الولاية الرسمية والشعبية ثم ينتقل لولاية القضارف لتفقد الاوضاع والاستعدادات للموسم الزراعي ولقاء قيادات الولاية ويختتم الجولة بولاية الجزيرة واتات الزيارات في اطار تفعيل لجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال والوقوف على اوضاع المواطنين في الولايات الثلاث انعقد اليوم بالخرطوم اجتماع مصغر للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة محمد حمدان دقل نائب رئيس المجلس السيادي رئيس اللجنة ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك الرئيس المناوب للجنة وقال ادم بريم الحريكة المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وعضو اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية ان الاجتماع استعرض تقارير حول نظام المحفظة الاستثمارية وتوفير السلع الاستراتيجية ووجه الاجتماع وزارة الطاقة والتعديل والجهات المعنية الاخرى بالاسرع في عمل الصيانة جميع المصافي كما وجه وزارة التجارة بالوقوف ميدانيا على حصاد القمح وقال الحريكة ان من اهم القرارات التي صدرت عن اللجنة هو قرار تأسيس المحفظة حيث تم مناقشة نظامها الاساسي وتفعيل عملها دعا وزير الصحة الاتحادية اكرم علي طوم الكوادر الصحية الاجتماع الاثنين المقبل بالخرطوم وفقا لمنشور اليوم السبت ينعقد الاجتماع لمناقشة وبحث الحلول والمشكلات العالقة بخصوص الاستجابة لجائحة كورونا في المستشفيات خاصة فيما يتعلق بمعالجة الحالات وتوفر الكادر لمعالجة كافة التخصصات وعلى مختلف مستويات التخصص المهنية وذلك لمجابهة ازدياد اعذاب الحالات في السودان دشنت القافلة الطبية التي سيرتها قوات الدعم السريع إلى ولاية جنوب دارفور دشنت عملها بمدينة نيال عبر الرش الضبابي والتعقيم للأسواق والأحياء بالمدينة وأوضح والجنوب دارفور هاشم خالد خلال تدشين عمل القافلة أن مساهمة قوات الدعم السريع تجاه تقليل مخاطر وباء كورونا عمل جميل يساهم بقدر كبير في دفع الإجراءات التي اتخذتها الولاية للتصدي للجائحة وقال إن ولايته وضعت خطة وبرنامج عمل يشمل الحظر الشامي عدم التنقل بالإضافة للإجراءات الوقائية الأخرى مع تطبيق القانون تجاه المخالفين للحظر التحية لإخواننا في دعم السريع على هذا العمل ونسأل ربنا سبحانه وتعالى يضغب منهم هذا الجهد وربنا يجذيهم معنا خير الجزاء ونتمنى عاجل الشفاء لإخواننا في وزارة الصحة عامة كل اللي زينا نصيبه وليجيشنا الأبيض نحاولنا بقدر الإمكان نغلل بهذه الإجراءات وهذه الترتيبات الإدارية وأوامر الطوارئ نحن جماعة 19 حالة مركزنا بتاع العزل بسيط جدا كل كوادرنا الصحية من مدير عام وزارة الصحة وإصطافوا مركز العزل كلهم الآن في الحج وكثير من الأطب مصابين بهذا الدعاء اللعين من جهتي أوضح محمدين إسماعيل بشر قائد القافلة أنهم سيغطون ولايات دارفور الخمس من أجل تقديم العون اللازم للوقاية من تفش في فيروس كورونا وقال أن القافلة تقدم بجانب الرش مواد ومعدات وقاية ومعدات إصحاح بيئة وألبسة واقية للكادر الصحي وتعكيم المدن وبعض المحلية قائد القافلة العون اللازم للمواطنين ولاية جنوب دارفور من معينات الوقائية من هذه وباء والتي تتمثل في تقديم محاضرات ومنشورات توعية توزيق مواقمات منصفات والمعايد من شانح المصارى في الحد من انتشار وبع تنفيذ حملات أصحاها بيئة على مستوى ولاية تحقيم كامل المدينة النيالة بالرش الضبابي والرزازي جاءت هذه قابلة بتوجيه من السيد الفريق أول محمد حمدان دغولو نائب الرئيس مجلس السيادة قائد قوات دامسترين نفع عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور وجود صراع ومؤامرة ضد وزير الصحة أكرم على التوم بهدف تنحيته واتهى معضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور أشخاصا لم يسمهم بالسعي إلى إشغال الناس بما لا يفيد ولا يزيد ونفى تاور في بياننا اليوم السبت وجود صراع من أي نوع داخل اللجنة العليا للطوارئ الصحية لكنه أقرب وجود خلافات أكد أنها من أجل العمل بين هذا وذاك سودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل ارتفاع معدل التضخم في السودان إلى نحو 99 90% لشهر أبريل أهلا بكم من جديد إلى هذه الطائفة من أخبار العالم حيث أظهرت وثيقة من وزارة المالية الألمانية أن الوزير أولف شولتس يعمل على حزمة مساعدات قيمتها 57 مليار يورو لمساعدة إدارات البلديات على التكيف مع الهبوط الحاد في عائدات الضرائب بسبب أزمة فيروس كورونا ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية ووفقا لوثيقة وزارة المالية التي اطلعت عليها رويترز تهدف حزمة المساعدات التي يعمل عليها شولتس لمساعدة المدن والبلديات إلى تحقيق استقرار في وضعها المالي كما تتضمن مساعدات إضافية لبعض البلديات التي تعاني من ديون ضخمة قال الرئيس بلدية لندن إنه سيتم محاضر سير السيارات بشوارع وسط العاصمة البريطانية لتشجيع المواطنين على ممارسة المزيد من المشي وركوب الدراجات ومساعدة وسائل النقل العام على التأكل مع قيود التباعد الاجتماعي وقال صادخان الخطط التي تشمل الطرق الرئيسة عبر لندن ستحول أجزاء من وسط المدينة إلى واحدة من كبرى المناطق الخالية من السيارات في أي عاصمة حول العالم وأضاف رئيس بلدية لندن أن الأمر سيتطلب جهدا هائلا من كل سكان لندن للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي الآمن في وسائل النقل العام بالتزامن مع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك مما أثار انتقادات حادة من نواب دموقراطيين بارزين من بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بولوسي وقال ترامب في رسالة إلى بولوسي أنه لم يعد يثق في قدرة المفتش العام على أداء مهامه دون أن يذكر سببا لذلك وقال ترامب أنه يستخدم سلطته كرئيس لإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية من منصبه بقرار يسري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وتولى لينيك منصبه عام 2013 في عهد إدارة أوباما وأصبح أحدث المراقبين الحكوميين الذين يقرر ترامب إبعادهم عن مناصبهم في الأسابيع الأخيرة نادت فرنسا اليوم السبت بالحكم نددت عفوا فرنسا اليوم السبت بالحكم صادر بحق الأكاديمية الفرنسية الإيرانية الأصل فاريبة عاد الخاه في إيران وطالبت بالإفراج عنها فورا وقالت زارة الخارجية الفرنسية في بيان هذا الحكم لا يستند إلى أي أساس أو حقيقة جادة ومن ثم فهو قرار سياسي ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج فورا عن السيد عاد الخاه وكان محام عاد الخاه قد قال في وقت سابق يوم السبت إن محكمة في إيران قضت بسجن موكلته ست سنوات في تهم تتعلق بالأمن القومي قالت زارة الخارجية الصينية إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن القمع المبالغ فيه لشركات صينية مثل هواوي وتحركت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة لوقف إمدادات الشرائح الإلكترونية لهواوي تيكنولوجز مما أثار مخاوفا من رد الصين وذر بأسهم شركات إنتاج الشرائح الأمريكية وذكرت وزارة الخارجية في بيان ردا على أسئلة من رويترز عما إذا كانت بيكين ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة أن الصين ستدافع بحزم عن الحقوق القانونية لشركاتها في أخبار الاقتصاد ارتفع معدل التضخم في السودان مسجلاً نحو 99% لشهر أبريل بزيادة أكثر من 17% عن شهر مارس ويرجع الارتفاع الكبير في معدل التضخم لارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية وأهمها نعكاساً على معدلات التضخم الزيوت والخبز والحبوب واللحوم والبغوليات إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطعام والفحم النباتي وحطب الوقود ومجموعة النقل وذلك لارتفاع أسعار الوقود مقارنة بأسعار شهر أبريل تتوقع الأوساط المصرفية صدور قرار بزيادة الصحب النقدي عبر الصرافات الآلية إلى أكثر من 2000 جنيه لمجابهة الإقبال المتوقع على الصرافات من قبل العاملين بالدولة لنيل مرتباتهم وفي ظل الإغلاغ الكامل لدواوين الحكومة يتوقع أن تشهد الصرافات زحاماً من قبل الجمهور للحصول على مرتب شهر مايو ومنحة عيد الفطر المبارك وتقدمت شركة الخدمات المصرفية بمقترح برفع سقف خدمة الصحب من الصراف الآلي إلى 5000 جنيه يومياً والتأكد من تغذية الصرافات الآلية بشكل مستمر خلال جميع أيام الأسبوع ويمكن الاستعانة بعربات توفرها غرف الطوارئ لتغذيتها باستمرار كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية رئيس مجلس إدارة شركة كوشا الروسية للتعدين سليمان عبد الرحمن أن نصيب حكومة السودان من أرباح الشركة الروسية من إنتاج الذهب بلغ 11 مليون يورو سددت آخر دفعة منها اليوم والتي بلغت 3 ملايين و 500 ألف يورو وأوضح عبد الرحمن عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة أن الاجتماع ناقش خطة العمل والهيكل الوظيفي للشركة إلى جانب توزيع الأرباح حتى سبتمبر عام 2019 وأكد عبد الرحمن أن إنتاج الشركة الروسية من الذهب للعام الماضي بلغ حوالي 2 طن الذهب كان نصيب الحكومة السودانية منها كعوائد جليلة 300 كيلو جرام يتم تسليمها عينا لوزارة المالية توقعت ولاية سنار ارتفاع إنتاج الولاية من محصول القمحة هذا العام وفقا لمدير عام وزارة الإنتاج بولاية سنار أسماع عثمان علي فإن المساحات التي تم حصادها بمشاريع سنار المروية بلغت 715 وقالت أسماع علي بحسب الوكالة الرسمية السونة أن المساحات التي استهدفتها الولاية بلغت 50% من جملة المساحات الكلية المزروعة بمحصول القمح وأضافت مدير عام وزارة الإنتاج بولاية سنار أن إنتاج الولاية من القمح بلغ 10 450 جوالا وأشارت إلى توفير كافة المعينات من وقود وجوالات وحماية أمنية نازى نادي الهلال السوداني على 550 ألف دولار نظير بلوغه دور المجموعات في بطولة الأندية الأفريقية الأبطال هذا الموسم وعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن صرف العوائد المالية للأندية التي شاركت في دور المجموعات لبطولتي دور الأبطال والاتحاد الأفريقي وتجيء خطوة كاف بصرف العوائد كدعم للأندية حتى تتمكن من مواجهة نقص الموارد المالية على خلفية تفشي وباء كورونا وكان الهلال قد وصل إلى مرحلة المجموعات بدور أبطال أفريقيا قبل أن يغادر على حساب الأهل القاهري وتوقف رصيده في محطة 10 نقاط أعلن اتحاد كرة القدم السوداني أنه تسلم خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يستفسر فيه عن موقف الدوري في ظل جائحة كورونا بعد توقف النشاط ويتوقع إرسال خطاب كاف إلى وزارتي الرياضة والصحة للحصول على رد يمكن اتحاد كرة القدم على خطاب كاف بشأن مستقبل الدور الممتاز وكان رئيس لجنة المسابكات باتحاد الكرة السوداني الفاتح بانيه قال إنهم لا يعلمون قرار الدولة بشأن استئناف النشاط الرياضي في البلاد في ظل تفشي مرض كورونا في ختام السودان هذا المساهد تذكير بأبرز العناوين وزير الدولة بالخارجية يكشف ملامح البعثة الأممية المرتقبة ويؤكد أنها لا تضم عسكريا واحدا جولة ولاية لعضو مجلس السيادة لتنشيط عمل لجنة إزالة التمكين بالولايات اللجنة الاقتصادية توجه بصيانة مصافي البترول وإنجاح حصاد الكر نهاية سودان هذا المساهد قدمناه من قناة الشروب شكرا لطيب المتابعة اشتركوا في القناة